مخرج الكبير والجميل محمد فاضل معنا منورنا وسعداء بيه زاكي أستاذ محمد صباح الخير صباح الخير دايما نضيفنا جميل اللي بنسعد ديه حقيقة يعني أستاذ محمد بنت طبعا يعني أعمال أستاذ محمد كلها علامات في إن كانت الدراما المصرية أو في السينما المصرية كلها تريد مارك يعني مجرد ما بنذكر اسم محمد فاضل بيتذكر معاه أعمال جميلة جدا تربينا عليها وشكلت طفولتنا وشبابنا ومراهقتنا وأعمال كلها هدفة ولها أهداف ورسالة لما بتتفرج على حاجة من أعمالك يا أستاذ محمد تتفتكر إيه؟ بتقول إيه؟ لا طبعا الواحد بيستحضر الوقت اللي كان بيشتغل فيه مع تغير الإمكانيات طبعا دلوقتي مختلفة تماما يعني الواحد بيفتكر أيام القاهرة والناس لما ما كانش فيه منتاج مثلا وكان الحلقة النص ساعة لازم تتصور مرة واحدة إيه؟ ولو أي خطأ إن شاء الله في الديئة الأخرانية لازم نعيد معقولة؟ لها تانية فكان ده بيقتضي جهد غير عادي وتوتر بقى لأنه وده كتير كان بيحصل يعني الحلقة نص ساعة نبص لقي في الديئة السبع عشرين خطأ فنعيد من الأول ده على سبيل المثال بس تحضر أيضا يعني حرية التعبير اللي كان يعني وأنا شاهد على العصر ما كانش فيه أي نوع من أنواع الرقابة حتى لما يعني ده من السبع وستين اللي أنا ابتدت فيها القاهرة والناس اللي حادت 72 تماما كانش فيه أي نوع من أنواع الرقابة من 72 بدأ نوع من الرقابة التدريجي لكن ما كانش بيوصل لحد يعني التدخل في الموضوع اللي أنا بختاره أو المؤلف يعني بيختاره عشان يكتبه وأنا أخرجه فده برضو معنى تاني بس تحضر الممثل المتفرغ فيش حاجة اسمها ممثل يبقى عنده عملين في وقت واحد اطلاقا لأنه كان بيزع مسلسل كل أسبوع حتى بعد كده لما يزع يوميا فما كانش فيه الكمية للشغل دي اللي تخلي الممثل كان فيه مسألة حاجة اسمها البروفات أو التدريبات يعني مش أقل من شهر قبل عمل وحيانا أكتر من كده فده كان بيخلي للتمثيل والشغل نفسه فيه روح تانية حاليا يعني معظم الأعمال الممثل بياخد المشهده يوم للتصوير يعني مش وحيانا بيبدأ التصوير والمسلسل مش مكتوب طبعا مش مكتوب الكامل يعني يعني بيكتب منه خمس حلقات يبدأ يصوره ويبدأ تجي لهم بقى تباع عن الحلقات أو المشهد وهذا أثر على الأعمال الفنية سيد محمد يعني أنت مع خبرتك كل هذه وسنوات طويلة من عملك والتطور اللي حصل يمكن فيه سينما والدراما أيضا اختلف أو أثر على الدراما على العمال الفنية المختلفة أكيد لأنه كمان الممثل عندنا ممثلين موهوبين كتير في الأجيال الجديدة فعلا لكن مش متاح لهم الفرصة أو المناخ الحقيقي للشغل يعني لأنه اللي عمل بيدرس كويس ولا التعمل عليه مناقشات ولا تدريبات فبيطلع أنا رأيي أن الممثل حاليا يدوب بيأدي الكلام لكن مش بيشخصه ولا بيمثله وعشان كده أنا رأيي فن التمثيل حاليا بيتراجع يعني لأنه التمثيل ده فن ومتعة لوحدها مش مجرد بواحد بيقول كلام طبعا ده حكاية تانية خالص صحيح يعني ده الحاجات اللي بس تحضر كمان بس قالت أنه الإنتاج لما بيبقى الدولة بتشارك فيه لا بيبقى الاختيارات مختلفة يعني حاليا بيبقى الانتاج تجاري خالص صحيح قبل كده على فكرة من سنة اربعة وسبعين كان فيه قطاع خاص نعم ابتدى يعمل القطاع الخاص في الانتاج الدرامي من سنة اربعة وسبعين كان لك أكثر من خمسة وعشرين عمل يمكن أو أكثر أنا بزبطا عملت خمسين عمل نصهم قطاع خاص بس قطاع خاص طبعا أي قطاع خاص لازم أسترد فلوس لكن بحدش بيفكر في الربح المبالغ فيه صحيح اللي هو حاليا يعني قبل المنتج بيبتدي يعني يا أستاذ محمد لما بنبص على مسلسل من بتوع حضرتك زمان ومسلسل من بتوع دلوقتي هل يعني مش بنلاقي نفس النكهة أو الأصالة اللي كانت موجودة زمان موجودة دلوقتي بنلاقي ربما يكون الأكتر دلوقتي هو أنه استعراض برندات العربيات مثلا شرف الفلل اللبس يعني الصراحة من البعضين بنتفرج على حاجات دي شايف أنه فعلا القطاع العام أنه سحب إيده من الموضوع أثر في هدف حتى المسلسل أو العمل الدرامي لا ده أثر تأثير كبير كبير لأنه حتى لما كان بعد كده كان بيبقى الاتنين موجودين قطاع العام بينتج والقطاع الخاص بينتج بل بالعكس القطاع الخاص كان بيحاول ينافس الموضوعات اللي بيقدمها القطاع العام بس في القالب بتاعه كمان اللي هو ممكن أنه عنده القدرة أنه يصرف أكتر أنه يقدم صورة أحسن لكن حتى القطاع العام في السنوات الأخيرة كان وصل يعني احنا كان عادي أي مسلسل بيتصور في أكتر من بلد خارج مصر ده كان عادي جدا ما كانش مستغرب غير أنه كان بدأ التكنولوجيا الجديدة تدخل والقطاع العام كان عنده هذه المعدات الجديدة فما كانش متأخر عن القطاع الخاص في الحكاية دي ما جي سحب إيدا دلوقتي استاذ محمد القطاع العام يعني ليه ما بدأش نشوف إنتاج مثلا التابع للقطاع العام هو لأنه بعد سنة 2011 نعم أو يعني ما سمي ثورة يناير 2011 حصل مشاكل كتير جدا حصل فوضى في نواحي كتير في الحياة طيب الدولة طبعا كانت سارعت إلى استرداد مكانها نعم في الأمن طبعا وفيه الاقتصاد وفيه السياسة الخارجية كل ده تم الدولة استرجعته تاني بعد 2013 لكن لحد النهاردة نسيت أو حرفش إيه أو مش واخد بالها أنه الاسترجاع دور الدولة في الإعلام والثقافة والفدون طبعا مهم جدا يعني زي الدولة ما هي دورها مستمر في التعليم وبتحاول فيه خطة التعليم جديدة لكن بالنسبة للثقافة والفنون والإعلام لا يعني مبتعدة تماما هو جزء من التعليم على فكرة استاذ محمد يعني كان يعني شكل أكبر لأن الطفل أو التلميذ بيقضي نص النهار في المدرس بيرجع البيت فين بيتلقفوا الإعلام تلقفوا الشاشة فإذا ما كانش فيه تنسيق بين الإعلام والتعليم والثقافة يبقى كأننا مفاش نلعب على ضلع واحد طب السيد محمد بما أننا في شهر أكتوبر وده شهر للمفروض الانتصارات وحرب أكتوبر ليك موقف أو ذكرى يوم الحرب تحديدا ساعة نانشهر الدور لما كنت في مكتب وزير الإعلام ساعتها كان رئيس الوزراء عبدالقدر حاتم ليك موقف غير حياتك أو حصل حاجة فعلا كانت غيرت مجرى حياتك تفتكر لنا اليوم ده إزاي وإحنا؟ طبعا فكروا بالإيهاني ساعة ناصر بالضبط كنت في مكتب نائب الأول لرئيس الوزراء وكان قائب بأعمال رئيس الوزراء الدكتور محمد عبدالقدر حاتم يعني قبل حربه بساعتين فعادي أنا رحت طلبت قابل وزير الإعلام فعادي دخلت أنا كان عندي كنت عامل تعاقد مع تلفزيون الكويت وكمفروض سسافر بعد عشر تيام فكان رفض هو يمضي لي موافقة قرار السفر كنت رئيس أفلام التليفزيون صح صحيح أو مدير أفلام لا يعني كنت كان وام مصر قال لي ما تقعد وانت معنا هو كان يعني في نوع من الدكتور عبدالقدر حاتم يعرف معظم الناس فقالت لأنا بقى دلوقتي الظروف والبتاع ولازم أسافر وعشان أحسن وضع المادي قال لي خلاص يا ماشي ومضى القرار وهذا القرار موجود بتاريخ ستة أكتوبر في ملف خدمتي في مسبيره لحد النهاردة وخدت منه القرار وخلاص أنا عندي العقد وعند تسكير طيارة وخلاص مسافر بعد تقريبا أسبوع وعشر تيام كده ساعتين فجئنا جميعا بأنه في حرب أكتوبر إيه ده ده الحكاية بجد ده يعني ما فأنا حقيقي بعد بلاغات العسكرية بتاع اليوم الأول والتاني لأ غيرت فكري الواحد يحس إنه زي مثلا فيه تفاقل لوقتي بنقول ده إحنا عندنا اكتشافات بيترولية ضخمة عندنا أنفاء تحت قناة سويس فالعبور من الغرب للشرق حيبقى إذا نسينا ففي نوع من التفاؤل والأمل فأنا ساعتها قلت لأ طب هسافر ليه ما خلاص ده إحنا عبرنا وفيه أمل كبير إنه يعني إن شاء الله حيحصل فده كان حاجة تانية بعد عدنا بقى والاستوديوهات اشتغلت بقى وإنه ما كانش حد يعرف فأنا فكرت بعد أسرع السافية جوري وده كتيبة دبابات مهمة جدا وطلعت صور كان وقتها ما فيش حد تصور أي فيلم سينمائي في حرب أكتوبر لأنه ما كانش خطة الخداع الاستراتيجي كانت كاملة ودلوقتي استاذ محمد يمكن من خلال حديثك وسؤال ولا يعني شوف إنه السينما أو الدراما تخلى من الأبطال ومن الأحداث البطولية الحقيقية يعني كنا بنشوف رأفات الهجان يمكن ناصر ستة وخمسين أفلام عن حرب أكتوبر ليه ما ما بيناش نشوف هذه الأفلام مع العلم هناك أحداث ممكن تتعمل فعلا أفلام وهناك أبطال فعلا ممكن يتعمل عليهم أفلام لأن الدولة نسحبت من الإنتاج فما فيش قطاع خاص تجاري هيتصدى لإنتاج وعلى فكرة الأعمال دي ممكن تتعمل أعمال مش مكلفة مش لازم أم أعمل فيلم عن الحرب يبقى فيه المعارك لا بالعكس ده الخلفية الإنسانية لأبطال هذه المعارك وده اللي حصل في شهدة بتوع يعني عملية سيناء أو غيره من العمليات اللي بتجرى في محاربة الإرهاب لا ده حفرة أنفاء قناة السويس نفسها فيها يعني رأي فيها يعني قصص وملاح زلطولة إن الشباب قاعد ما بينزلش أجازات يعني بينزل مرة كل شهر وحد مرة قال ساعة ما بينزلش إذن ده هناك قصص إنسانية أبطال غير معروفين يعني عايز تقول لكن الدولة انسحبت تماما ما الانتاج قطاع الخاص تجاري لا يمكن يتصدى للحكاية دي حضرتك شايف أنه أستاذ محمد شايف يعني كالليك تصريح كده بتقول فيه أنه مشاهدة الدراما المسرسلات على اليوتيوب ده بيضر بالعمل نفسه ليه بقى دي على فكرة كارثة لابد أن الإعلاميين في كل البلاد العربية تتنبه لها لازم يحصل أساذة إعلام وأساذة الاجتماع السياسي وأساذة علم النفس الاجتماعي شوف أولا التلفزيون يوم ما اخترعوا ايما اخترعوا لسبب اللي هو أنه الدولة عايزة تعرض لأنه كل التلفزيونات بدأت في أحضان الدول أول ما ابتدت عايزة تعرض وجهة نظرها عايزة تعرض أخبارها عايزة تعرض سياستها وبالتالي هذا الجهاز أصبح عضو أساسي في الأسرة وكان بقى بتحط الدراما والمنوعات والبرامج لجذب المشاهد عشان يقعدوا قدام التلفزيون لأنه مستني المسلسل فحيشوف نشرة الأخبار أو بعد المسلسل فيه برنامج سياسي فحيشوفه لكن اليوتيوب وبعدين كان فيه مسألة المشاهد العائلية إذن إحنا اليوتيوب هيخلي كل واحد يمسك الآيباد بتاعه بس مفيش إعلانات وحاطت السماعات على أودانه أشوف شو بيقولك يا سيد محمد يقولك مفيش إعلانات يعني مشكلة الإعلانات القانون الدولي يعني كل البلاد بتنظم المسألة دي إلا في مصر هنا وإحنا كان ده أسباب خلافنا مع المجلس أعلى تنظيم الإعلام وعشان كده استفادنا لجدة الدراما لأن إحنا قدمنا توصية بعد عمل دراسة عن الإعلانات من أول الصين واليابان لحد أمريكا لا إعلانات لها قوانين بتنظمها في كل هذه البلاد يمكن فترة تين إعلانات فقط في كل عامل درامي طبعا لا في بلاد ممنوع قطع الدراما بس الصين عندها قانون ممنوع اليابان الإنجلترا البي بي سي يعني فيه أمل أن ده يتحقق سريعنا فيه أمل أن ده يتحقق هنا في مصر؟ لا لما يبقى فيه تنظيم الإعلام أحسن من كده نحن بنشكرك شكرا جزيلا سيد محمد فاضل طبعا كان نفسنا نقعد معك طول الساعة الثانية سعيدين جدا يعني بتواجدك معنا شكرا جزيلا لك